ذكرت وسائل أعلام لبنانية أن غارة تنجاوية إسرائيلية استهدفت سيارة في جدة شمع بمدينة صيدة جنبي لبنان في محاولة فاشلة لاغتيال شخصية فلسطينية من جهتها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاحتلال الإسرائيلي فقد قوته الراضعة ولم يتوقع زمان ومكان هجوم حزب الله على إسرائيل تطورات متسارعة وتصعيد لا ينتهي وشبح التساع دائرة الحرب ما زال يهدد الشرق الأوسط مع تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة وهما تسبب في اشتعال الأوضاع بين حزب الله اللبناني وإسرائيل جولة التصعيد الأخيرة على الحدود شهدت استهداف حزب الله اللبناني بمسيرات وصواريخ كاتيوشة قاعدة لاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قرب تل أبيب وفقا لما أعلن الحزب في حين نفت إسرائيل إصابة قاعدة جليلوت الواقعة في ضواحي تل أبيب مشيرة إلى أنها دمرت آلاف منصات الصواريخ التابعة للحزب في جنوب لبنان وهو الأمر الذي اعتبره الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إدعاءات كاذبة التصعيد بين الجانبين أثار ردود أفعال إقليمية ودولية واسعة مطالبة بوقف التصعيد وكان في مقدمتها مصر التي لطالما حذرت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة من اتساع دائرة الصراع حيث حذرت مصر مجددا من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان وشددت على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته وتجنيبه مخاطر انزلاق المنطقة إلى حالة عدم استقرار شاملة وقد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء ركز على تطورات الجارية في الشرق الأوسط حيث أكد رئيس السيسي أن الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة لبذل كافة المساعي وتكثيف الضغوط لنزع فتيل التوتر ووقف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل وشدد الرئيس السيسي على ضرورة التجاوب مع الجهود المصرية الأمريكية القطرية الرامية للتوصل الاتفاق لوقف الحرب بإقطاع غزة بشكل فوري بما يسمح بتعزيز مصار التهدئة والاستقرار بالمنطقة وفي السياق ذاته أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن قلق بلاده إزاء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط معاربا عن أمله في أن لا يخرج الوضع بين حزب الله وإسرائيل عن السيطرة هي إذن مخاوف عالمية لا تخفى على أحد من اتساع دائرة الصراع لتشمل مناطق جديدة وتزيد من لهيب الشرق الأوسط الذي يمر بمرحلة فارقة وسط تحديات لا تنتهي